مرحبا باب صباح الخير كالي ما أجمل زهور الزنبق هذه هل تسألت كيف يخبر كلبك العالم؟ هذا ما يراه مشهد عادي لكن ما يشمه فذلك أمر مختلف كليا ويبدأ من أنفه العجيب مع أول نفحة هواء يلتقط أنف كلبك الرطب الإسفنجي الروائح العابرة وقدرته على الشم بكل فتحة أنف بشكل منفصل الشم المجسم يساعده على تحديد مصدر الرائحة وهكذا في دقائق الشم الأولى يدرك الكلب نوع الأشياء ومكانها عند دخول الهواء للأنف تفصل ثانية نسيجية صغيرة مساره إلى جزئين واحد للتنفس وآخر للشم يتجه تيار الشم هذا نحو منطقة غنية بملايين مستقبلات الشم المتخصصة التي تفوق عدد مستقبلاتنا الخمسة ملايين بمئة المرات وبينما نعتمد نحن طريقة غير محكمة في التنفس عبر ممر واحد تزفر الكلاب عبر فتحات جانبية في أنفها هذا يولد دوامات هوائية تسحب جزئات الروائح الجديدة مما يزيد من تركيزها مع كل شم لكن هذا التركيب الأنفي المذهل لا يفيد كثيرا دون آلية لمعالجة الكميات الضخمة من البيانات التي يجمعها الأنف ويكشف البحث أن الجهاز الشمي المختص بالروائح يحتل حيزا دماغيا أكبر بكثير لدى الكلاب مقارنة بالإنسان ونتيجة لذلك تستطيع الكلاب تمييز وتذكر عددا لا يصدق من الروائح بالتفصيل بتركيزات تنتقل مئة مليون مرة عن قدرتنا على الكشف تخيل لو شممت رشة عطر في غرفة صغيرة فإن الكلب يستطيع شمها في ملعب مغلق وتمييز مكوناتها بكل سهولة وكل ما في الشارع من عابر سبيل أو سيارة أو محتويات سلة مهملات الجيران وكل نوع من الأشجار والطيور والحشرات يحمل بصمة رائحة فريدة تعلم كلبك بما هي الشيء ومكانه واتجاه حركته بالإضافة إلى قوتها الفائقة فإن حاسة الشم لدى الكلب تمكنه من كشف ما لا يرى فلديه جهاز شمي مستقل يعرف بالعضو الأنفي الوعائي فوق ثقف الفم يكشف الهرمونات التي تفرزها جميع الكائنات الحية بمن فيها الإنسان حيث تتيح للكلاب التعرف على الشركاء المحتملين أو التمييز بين الحيوانات الودودة والعدائية كما تنبههم إلى حالاتنا العاطفية وتكشف لهم حتى عن الحمل أو المرض لدى البشر ولأن حاسة الشم بداية أكثر من غيرها وتتصل مباشرة بالبنى الدماغية المسؤولة عن العاطفة والغريزة دون المرور بالمهاد فإن إدراك الكلاب أكثر قوة وسرعة من إدراكنا لكن المذهل في أنف الكلب هو قدرته على السفر عبر الزمن يظهر الماضي في أثار المرة وفي حرارة سيارة مركونة حديثاً حيث يترك أثراً لمسارك وتحركاتك الأخيرة تعد معالم مثل حنفيات الإطفاء والأشجار بمثابة لوحات إعلانات شمية تنقل أخباراً من عبر المكان وماذا تناولوا وحالتهم المزاجية أما المستقبل فيحمله النسيم منبهاً الكلاب إلى أي شيء قادم قبل أن تره أنت بكثير بينما ندرك الأشياء بصرياً أو سماعياً في لحظتها يشم الكلب رواية كاملة مفصلة وفي أرواع صور التعاون البشري الكلبي تساعدنا الكلاب بمشاركتنا هذه الروايات والتفاعل معها فبإمكانها الاستجابة بلطف لمن يعانون من الكرب أو بعدوانية للتهديدات لأن التوتر والغضب ينتجان سحابة هرمونية يتعرف عليها أنف الكلب وبالتدريب المناسب تستطيع الكلاب حتى تنبيهنا لمخاطر غير مرئية من القنابل إلى السرطان ويتضح أن أفضل صديق للإنسان لا يرى العالم مثلنا بل إن أنفه العجيب يكشف لنا عالماً آخر لنراه إذا كنت تحب التعلم اشترك في قناتنا ننشر كل أسبوع مقاطع فيديو جديدة عن كل شيء بدءاً من تاريخ العالم وفقاً للقطط إلى كيفية تنمية مهارة الاستماع ابقى على تواصل وكن فضولياً اشترك في القناة